السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله نحل exercises on lesson 3 for concept 3.2 page 68 في كتاب الماض نيجي الأول سؤال choose the correct answer number one remains of living organisms that were buried under the earth's surface are affected by to form fossil fuels يعني البقايا بتاعة الكائنات الحية that were buried يعني الدفنة تحت الأرض are affected by affected by يعني ايه اتأثرت باي يعني ايه اللي خليها تحولت بقيت fossil fuels يعني المدفن الكائنات الحيدي في الأرض ايه اللي بيخليها تتحوله fossil fuels هل low pressure and high temperature الضغط قليل والحرارة عالية لا طبعا غلط طيب high pressure ضغط عالي low temperature ودرجة حرارة قليلة لا خالص طيب low pressure and low temperature حرارة قليلة وضغط قليل انا مش هعملها غالص مش هتتحول يبقى غالط برضو high pressure and high temperature لازم تكون الحرارة عالية جدا وكمان الضغط عالي جدا الضغط يعني مضغوط عليها عالي جدا عشان تتحول وكمان لازم تكون درجة الحرارة عالية جدا طيب number two all the following factors play an important rule in the formation of fossil fuels except يعني كل العوامل دي play an important rule يعني بتلعب دور مهم في تكوين الفوصل fuels مع عادة مين مين اللي مش مهم في تكوين الفوصل fuels هل extreme pressure نعم خالص extreme pressure مهمة جدا في تكوين الفوصل fuels طب extreme heat الحرارة العالية لا طبعا دي مهمة جدا برضو في تكوين الفوصل fuels هل rocks and sediments مهمين طبعا مهمين هم دول اللي بيعملوا الضغط هم دول اللي بيضغطوا على الرمينز بتاعة living organisms طب هل strong wind لا إزاي بقى strong wind إذا كان احنا نتكلم على fossil fuels بتكون تحت الأرض مال بقى strong wind ومال تحت الأرض مش موجود أصلا strong wind تحت الأرض لبقى ده مالوش علاقة خالص بتكوين الفوصل ايه الفوصل fuels طيب number three all forms fossil fuels are formed كل الأشكال forms هنا يعني أشكال form يعني تكونت خلي بالكم بقى من الكلمات هنا all forms كل أشكال الفوصل fuels are formed اتكونت نعم اتكونت فين بقى above earth's surface فوق سطح الأرض لأ طبعا غلط under earth's surface تحت سطح الأرض أيوة تمام صح above the water surface فوق سطح المية لا غلط طبعا in the air around us في الهواء حوالينا لأ طبعا غلط يبقى كل الفورمز بتوع الفوصل fuels الوقود الحفري حتى احنا بنسميه حفري عشان احنا نحفر عشان نجيبه فكل موجود under earth's surface موجود تحت سطح الأرض طيب نيجي لكويسشن نمبر 4 all of the following are forms of fossil fuels except كل دول fossil fuels معادة طيب عندنا water وcool وnatural gas وoil احنا عارفين ان الاويل من الفوصل fuels الnatural gas من الفوصل fuels الcool من الفوصل fuels طب هل الووتر من الفوصل fuels لا طبعا غلط ماينفعش ووتر تبقى من الفوصل fuels نمبر 5 the steps of forming fossil fuels do not include يعني خطوات تكوين الفوصل fuels do not include يعني مش بتتضمن ما فيهاش ايه of the remains of the living organisms ما فيهاش حاجة بتحصل يعني للremains او للبقائب ما فيهاش decaying تحلل لا طبعا نازم يحصل تحلل ما لا تتكون ازاي الفوصل fuel من التحلل من decaying كلمة decaying يعني تحلل اهي تحلل احاجة بتتحلل يعني ما بتتحول تبقى حاجة تانية خالص تحلل ده cooling تبريد burying يعني دفن بيحصل دفن اه لو ما تدفنتش على فكرة بتتحلل فيه سطح الارض عمرها ما تتحول لفوصل fuel لازم تتدفن وتتحول تحت تحت الرمل تحت الطراب لازم ما ينفعش فوق لو ما تتفضلت فوق مش هتتتحول لازم تتدفن يبقى عشان تتكون لازم يحصل burying برضو heating لازم يحصل تسخين برضو هنقولنا high temperature درجة حرارة عالية وكمان high pressure طيب number six we can use the energy that is produced from what to generate electrical energy بنستخدم energy اللي جاية من ايه علشان اولد بيها electrical energy طيب اللي جاية من renewable resources قللي من الحاجات renewable بس لا رنيابل بس نحن كعمل نستخدم non-renewable طيب non-renewable only طيب non-renewable بس لا احنا نستخدم renewable كمان طيب renewable and non-renewable ايو احنا فعلا المصادر بتيجي من renewable و non-renewable من المتجددة والغير متجددة طيب letter d بيقول لنا food including fruits and vegetables احنا بنجيب الenergy عشان نوالد بيها كهرباء من الفكهة او الاكل زي الفروس والفشتابرز الفكهة والخضرات طبعا لا number seven all the following actions do not conserve electrical energy except يعني كل الحاجات دي خلي بالكو do not مش بتحافظ على الطاقة الكهربية معادة انا عايزة حاجة بتحافظ على الكهرباء unblogging unused electrical appliances لو انا unblogging يعني لو انا شلت الفيش بتاعة unused الغير مستقدمة كلمة unused يعني غير مستقدمة الاجهزة الكهربية اللي غير مستقدمة لو شلت الفيش بتاعتها انا كده بعمل conserve ولا do not conserve لا انا كده بعمل conserve طيب blogging many unused electrical appliances بحط الفياش بقى بتاعة الاجهزة كلها مش شغال لا انا كده بعمل do not conserve مش بحافظ turning all of the house lights all day يعني طول اليوم فتحة كل الانوار بتاعة البيت طبعا كده برضو do not conserve برضو مش بحافظ leaving the television turned on all the day long بس تاعة التلفزيون طول اليوم برضو يبقى انا برضو كده مش بحافظ يبقى الحالة الوحيدة اللي انا حافظت فيها بقى هو قللك do not conserve except يعني الحاجة اللي انا بحافظ فيها مش اللي انا بحافظ فيها على الكهرباء هي ان انا بشيل بتاعة الحاجات الكهربية ولا جهزة الكهربية اللي انا مش باستخدم طيب number eight all the following can be used to generate electrical energy except كل الحاجات دي ممكن استخدمها علشان اولد منها كهرباء مع عدم هل باستخدم الاويل او باستخدم باستخدم natural gas ايوة باستخدم باستخدم الووتر او باستخدم ها باستخدمها ما هي رنيوبول ممكن استخدمها عشان اطلع منها electrical energy طبعا الجلاس بقى الازاز الازاز هامل باي عشان اولد بي كهرباء ازاي عشان ينفى طيب number nine inside the electric power station heating of what produces steam جوة electric power station لما بسخن ايه بيطلع الsteam طبعا المية لما سخن المية اللي جوة electric power station تطلع الsteam تطلع البخار اللي بيحرك التوربينز اللي بعد كده بتحرك الجينيريتر طيب عندنا هنا choose from column B what suits in column A عندي في column A rocks and sediments وعندي water وعندي oil روكسان سيدمينز اللي عينفع معايا من الكولوم B طيب هل الروكسان سيدمينز دول بت هي عبارة عن liquid fossil fuels طبعا خاليني ما فكرش فيها اصلا خالص liquid bio fuel برضو لا هي اصلا liquid روكس و سيدمين طبعا لا يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع لها play an important rule in the formation of fossil fuels يبقى بتلعب دور مهم في تكوين الفوسيل يبقى الروكس و السيدمينز دول دورهم مهم اوه في تكوين الفوسيل ليه لانه هما دول اللي بيعملوا طبقات السيدمين طبقات اللي فوق الدد living organisms عشان تتحول بعد كده تبقى fossil fuels طيب number two الووتر طبعا هي عبارة عن liquid in the electric power station دي عبارة عن سائل في ال electric power station that produces steam بيعمل للبخار on heating which is when it's لما بسخنه ويحرك للتوربينات جي اللي هي ايه الووتر طيب number three الويل هتكون هي liquid fossil fuel خلي بلكم فيه اتنين liquid بس دي fossil fuel واللي تحتها bio fuel لا طبعا الويل مش bio fuel احنا عرفنا من الدروس اللي فاتت ان الويل عبارة عن fossil fuel يعني وقت حفري تحت الارض that is used to produce electricity يبقى الويل مع letter A طيب نيجي لصحه غلط يقول لنا number one any form of fossil fuels must be formed under the earth's surface كل اشكال الفوصل fuels لازم تتكون تحت سطح الارض طبعا صح نقولنا fossil fuels ووقت حفري بقى لازم تكون under earth's surface تحت سطح تحت سطح الارض يبقى صحه number two oil natural gas and cool can be used to produce electrical energy بقدر استخدم الويل البترول والnatural gas والغاز الطبيعي والكول والفحم عشان اطلع منه كهرباء طبعا ساقادي جدا بستخدم number three turning of lights that we do not need is a way to conserve electricity يعني لو أفلنا اللمبات اللي أنا مش بستخدمها عبارة عن طريقة دي طريقة أن أنا بحافظ بها على الكهرباء طبعا صح دي طريقة من طرق الحفاظ على الكهرباء number four burning of fossil fuels inside electric power station produces kinetic energy burning of fossil fuels يعني لما بحرق الفوصل fuels جوه electric power station بتديني kinetic energy ولا البرنين نفسه بيديني ايه بيديني thermal مش كيناتك كيناتك دا بعد كده بعد كده لما التوربين بتتحرك بقى بنحول كده الثرمال لإيه لكيناتك طيب number five the movement of a generator إن electric power station produces potential energy لما أنا بحرك الجنيراتر في electric power station بي produce potential energy طبعا احنا عارفين الفرق بين البوتنشل والكاينتك هنا مش بوتنشل هنا حركة كاينتك energy مش بوتنشل energy number six we have to conserve all forms of fuels لازم نحافظ على كل الأشكال بتاعت الطاقة آه طبعا صح سواء كانت احنا قلنا سواء كانت رينيابل أو ناريابل لازم نحافظ عليها لأن ايه بنحتاجها طبعا عشان to generate electricity طيب question number four correct is the underlined horse آه عايزين نصحح الكلمات لإيه الخطأ بيقول لنا fossil fuels include oil coal and wood يعني الود من fossil fuels لأ الود من الإيه آه الود أصلا من من الفيول التاني من البيوفيول هايزين حاجة هنا تابع الفوصل fuels هنكتب هنا natural gas natural gas هي اللي من fossil fuels number two after death of living organisms they remains are buried under the earth's surface and exposed to extreme pressure and cool يعني بعد death بعد وفاة الجائنات الحية بعد مكانات الحية الموجودة على الأرض بتموت they remains are buried يعني البقايا بتاعتهم بتتدفن under earth's surface and exposed وتتعرض extreme pressure لضغط عالي تمام كده and cool وبرودة لا high pressure and high وهيت مش cool high temperature extreme pressure and heat طيب number three water is non-renewable energy resource المية non-renewable لا طبعا المية renewable لأن دي متجدد متجدد ليه علشان عندنا water cycle طيب number four in an electric power station steam turns a turbine that produce thermal energy في electric power station الاستيم بقى احنا قلنا البخار اللي طالع ده من المية هو بيحرك التربي طب التربي بيعمل producing ايه بقى which kind of energy هيطلع لي kinetic حركة ماو التربي بيتحرك يبقى بيديني kinetic energy مش thermal energy number five the movement of a generator in the electric power station changes the kinetic energy into potential energy يعني الحركة بتاعت الجنريتور في electric power station بتحول الكينetic تليه potential لا هو اصلا المفروض ان انا بستخدم الجنريتور ده ليه علشان يديني electricity فلما الجنريتور بيتحرك يبقى كده يحول الكنetic into a into electric يحول الكنetic into electric تمام نيجي الكوتشان number five write the scientific term in each of the following يعني اكتب scientific term المصطلح العلمي بتاع الجمل دي تقى number one بيقول لي a type of fuel that is used inside the electric power station to produce electricity نوع الفيول اللي بستخدمه جوه الelectric power station علشان اطلع منها electricity طبعا النوع هنا هو الفوسيل فيو الوقود الحفري اللي بستخدمه علشان اطلع منه electricity type number two the device in the electric power station that produces kinetic energy to operate generators ايه الديفايز اللي موجود في the electric power station جهاز في the electric power station produces kinetic energy اللي بيعمل لي كهراء بيعمل لي kinetic حركة مين اللي بيعمل حركة اللي بعد كده بتشغل ال generator يبقى انا عايزة حاجة قبل ال generator يبقى هو مين يبقى الترب اختفقنا تاني ان انا عندي الفوسيل فيور باستخدمه جوه electric power station عشان يطلع ال thermal energy يبقى انا حرقت الفوسيل فيور اداني thermal energy باستخدم ال thermal energy دي في ايه ان انا بسخن بيها المية اللي جوه electric power station فالمية دي تطلع على ال steam فال steam يحرك مين يخلي مين يتحرك التوربن يبقى التوربن بيتحرك بيديني kinetic energy في النهاية kinetic energy بتاعت التوربن دي بياخدها ال generator بعد كده بيطلع منها كهرباء يبقى بيحول kinetic into a into electric تمام يبقى الكينيتك هنا عند مين عند التوربن على طول عند الايه التوربين number three the matter that produces steam on heating which is used to turn the turbines in the electric power station ايه هو الماتر الحاجة المادة اللي بتكون ال steam producing steam بتعمل بخار لما بسخنها اللي بعد كده بتخلي التوربين يتحرك يامين لما سخنتها في electric power station برافو لسه ايلي الوط الماء تمام the device number four the device in the electric power station that converts kinetic energy into electric energy the device الجهاز اللي موجود في electric power station اللي بيحول الكينيتك لالكتريك خد بقى الحركة بتاعت التوربين ويحولها بعد كده الالكتريك طبعا ده مين ده الجينيريتر ده المولد تمام طالما producing electric بيعمل الالكتريك بيطلع كهرباء يبقى ده الجينيريتر ونيجي معانك question number six complete number one in electric power station we use fossil fuels such as oil and natural gas which are considered as a resource of energy يعني في الالكتريك باستخدم الفوسيل fuels زي الاول والnatural gas هم بيعتبروا نوعهم ايه من resource of energy non-renewable non-renewable يعني غير متجدد طيب number two water is considered as a resource of energy and we can use it to generate what المية باعتبرها ايه طبعا يعني نوعها ايه يعني النيابل طبعا دي النيابل المية طيب and we can use it to generate ايه باستخدمها علشان اطلع منها ايه في النهاية او اولد ايه اولد electricity كهرباء كهرباء طيب number three when fuel is burned in an electric power station it produces which energy to heat water لما بسخن بقى الفيول في ال electric power station بينتجلي ايه بقى عشان بعد كال سخن المية طبعا حرقنا الفوسيل فيول يبقى عملنا thermal energy عملنا توقع حرارية number four generators in the electric power station الجنيراتور بقى المولد بتاع electric power station بيحول ايه طبعا بيحول الحركة اللي جياله من التوربن الكاينتك يعرف يحولها الايه لأيكترك ليه الكهرباء يبقى الجنيراتور يحول كاينتك لأيكترك طب number four during generating electricity in electric power station أثناء توليد الكهرباء في محطة الايه توليد الكهرباء لأيكترك power station the hot water produces what which is used to turn the turbines الhot water الماء السخنة أو الستيم البخار اللي طالعا من الماء السخنة ده بيعمل producing ايه بينتج ايه اللي بيخلي hot water produces ايه اللي بيخلي التوربين تتحرك بيعمل ايه بيعمل بخار produces steam يبقى في الجنيراتور لما بسخن الماء الhot water بتنتج استيم اللي بعد كده بيحرك التوربين number six turbins in the electric power stations are you are turned by steam to produce what energy التوربينات اللي في electric power station بتستخدم باستخدمها أو بتستخدم turned by steam يعني بتستخدم الاستيم الوالبخار to produce ايه بقى energy عشان تنتج انهي energy عشان تنتج the kinetic تمام require to operate the electric power station انا عايزة عشان اشغل مين بقى وانا باخد الكوينيتك دي عشان اشغل مين عشان اشغل الجنريتر جنريتر يبقى كده زي ما قلنا fossil fuels steam turban generator كده اللي 4 خطوات طيب number seven inside the electric power station the burning of fuel produces جوة electric power station لما بحرق fossil fuels بتعمل اللي عن هي energy بتproduce thermal energy while the movement of turbans produces which energy لما الحركة بتاعت التوربينات بتعمل لي ان هي kind of energy بتعمل لي kinetic movement تعمل لي kinetic energy راي تمام مني جيلك question number seven give reasons for generators are important in electric power stations ليه generators مهمة في electric power station ليه generator مهم بص نتفانم نجيل السؤال give reason افكر كده بالراحة هنا بيقول لي el generator مهم يعني el generator مهم يعني يقول لي وظفة el generator طب هو el generator بيعمل ايه جوة electric power station بيحاول ال ايه علشان el generator بيحاول electric energy kinetic energy into electric energy يبقى نقول كده because يبقى اي سؤال بيقول لي اي حاجة important هو عايب يسألك على وظفته يبقى generators convert kinetic energy into electric energy يبقى ال generator حول لي el kinetic لelectric يبقى دي الاهمية بتاعتش كده هو مهم طب السؤال التاني we must turn off lights that we don't لازم نقفل الانوار اللي انا مش محتاجاه يعني مش عايز النور اقفله اقفله وانا خرجه من الباب علشان احافظ على الكهرب اقولها ازاي to conserve electricity بس to conserve electricity شكده قلتلكم كلمة conserve دي مهمة نحفظها كويس قوي نعرف نكتبها ازاي electricity to conserve electricity طيب اه بمساح بقى الجيف ريزن ده بش على what happens what happens to اللي هو يحصل لي a generator that's connected to a damaged turbine in electric power station لو فيه generator متوصل بdamage يعني ايه damage دي يعني متضمر يعني turbine boys لو فيه generator متوصل بتurbine boys هيعمل ايه اللي هيحصل التurbine مش هيعرف فيولد kinetic energy فبيتتالي generator will not produce or will not generate electricity هنكتب كده the generator will not turn مش هيتحرك and will not produce electricity ايه electricity يبقى لو انا موصل ال generator بتاعي بتurbine boys damage التurbine يعني تurbine متضمر مش مش شغال فالgenerator بالتالي will not turn مش هتحرك شبع انتو kinetic energy فبالتالي will not produce electricity فهم مش هيولد ايه كهرب time number two the movement of the turbine if the water in an electric power station is not heated ايه اللي هيحصل للحركة بتاعت التurbine لو الماء ما سخنتش لو هتحطين هول محطط الكهرباء ومعندناش fossil fuels عشان نحرقها عشان تسخل الماء ايه اللي هيحصل هي برضو ايه خطوات كده واربعة فهنقول in زان turbo will not move التربل مش هيتحرك and the generator بالتالي generator مش هيعرف يطلع electricity produce electricity ما مو معتمدين على بعض لانا لو مستخنتش الماء من الاول فالستيم مش هيتطلع فالتربين مش هيتشتغل فالجنيراتور مش هيتشتغل وبيقول لك انت التربين هو الموفمينت في التربين هي حصل لحركة التربين لو الالكتريك power station مش سخنت هيحصل ان التربين ونطمو مش هيتحرك فالجنيراتور هو كمان مش هيعمل كهرباء تمام بيقول لنا هنا 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 جايب لك محطط توليد الكهرباء هي الالكتريك power station بيسألك عليها اسئلة بيقول لك في نمبر 1 عشان اولد الكهرباء جوا الالكتريك power station لازم اعملي في الفيول هكول هبرد ميكس ستيم او البخار في الالكتريك بينتج نتيجة نتيجة اول نوع من انواع الانورجي اللي كونت من حرق الفيول حرق الفيول حرق الفيول كون لي ايه خلي بالكو هو اول بقى كونت عندي اهو لما حرقت الفيول مين الثرم اول لما حرقت الفيول طلعت عندي الثرم على طول لا الكتريك بقى ولا كائريتك ولا بوتنشل دلوقتي لسه اول هما خلص الثرم طيب نمبر فور الجينيريتر الالكتريك باور ستيشن الجينيريتر بقى اللي في المولد بقى بتاع الباور ستيشن بيحول ايه اللي الساعدين ها جينيريتر خد مين خد الحركة بتاعت التوربين يبقى خد كائريتك حولها الايه حولها الالكتريك يبقى كائريتك انتو الكتريك نمبر فايف the movement of the turbine produces which kind of energy التوربين لما بيتحرق بيكون لي ايه بيكون لي طبعا كانتك انرجي حرك طيب نمبر تين put true in front of the sentences which describe conservation of electricity اي sentence عندي فيها conservation conservation انا محافظة على الكهرباء احط تك وط عليها صح turn off lights you do not need طبعا ده صح ده كده conserve لو قفلت النور اللي مش باستخدمه يبقى كده عملت conserve نمبر تو let electrical devices work all the time اسيب كل جهزة الكهربائية اشغالة في نفس الوقت طبعا او طول الوقت طبعا غلط use energy saving light bulbs استخدم اللمبات الموفرة زي ما بنقول فيه لمبات كده موفرة lead موفرة يعني للكهرباء طبعا ده كويسة جدا نستخدمها عشان نحافظ على الكهرباء نمبر 4 leave television turn it on all day long اسيب التلفزيون مفتوح طول اليوم طبعا غلط كده مش بحافظ على الكهرباء طيب نمبر 11 يقول لنا arrange the following steps to show how electricity is generated in electric power station and descent into houses and factories حين بقى هنرتب الخطوات بتاعة العمل بتاعة الالكتريك power station الالكتريك power station بيشتغل ازاي طب احتفقنا اول حاجة احنا حافظين الاربع خطوات نقولهم تاني قلنا fuel نحرقه طلع على steam يعمل لي الحركة بتاعة التوربن يعمل لي في الاخر الجنريتور يتحرك ويطلع كهرباء طب تعالوا نشوف بقى مكتوبين ازاي انا اي عندي number one اهي fuel is burned طبعا اول حاجة لازم fuel burned عشان يطلع لي thermal energy طب لما يطلع thermal energy ايه اللي هيحصل ان water becomes hot المية هتسخن اهي and produces steam ويكون steam طيب بعد الخطوة دي لما يكون steam هيحصل ايه steam turns the turbine الsteem بقى هيحرك التوربن and produces kinetic energy ويعمل اللي طاقت حرك طيب بعد كده مين اللي حصل مين اللي تحرك بقى التوربن turn the generator هيحرك ال generator اللي هيكون electric energy the number four وبعد كده اخر خطوة electric energy sent two houses بعد كده بنبعد بقى electric energy دي للبيوت علشان والفاكتوريز والمصانع عشان ايه تشغل الاجهزة بتايته طيب خلصنا كده اسئلة بتاعة الدرس التالت نستنى ان شاء الله الویڈجو لگه سالي